الاهلي قدام فلمانجو محتاج حاجتين مهمين جدا اول حاجة انه مارس الكولر يعمل شغل معناوي ونفسي كبير جدا للعيبي النادي الاهلي خسارة اليوم امام ريال مدريد زي ما قلت لكم هي الخسارة كبيرة هي اللي مش مستحقة الخسارة طبيعي منطقي طب مفهوم انه ريال مدريد ممكن يكسب الاهلي بس الخسارة الكبيرة هي اللي مش مستحقة فمحتاج يشتغل معناوين كتير مع العيبي النادي الاهلي محتاج كمان يقول لهم ان الميداليا البرونزية الرابعة في تاريخ النادي حاجة مهمة ما يتعاملوش معاها ان هي ما احنا عملناها قبل كده فمش مشكلة لا يركزوا ويلعبوا قدام فلمانجو مباراة كبيرة ويفوزوا بميداليا رابعة في تاريخهم في المونديال حاجة كمان مهمة جدا وهي التجهيز البدني للمواجهة يعني الاهلي اكتر فريق في الدور النهائي لعب مباراة سواء في المباراة نهاية ونصف او تالت ورابع لعب مباراة عشان لعب مباراة اولى تمهدية امام اوكلاند سيتي فبدنين الاهلي بالتأكيد هيبقى مرهق جدا محتاج كمان يدخل عناصر جديدة مشاركتش في المباراة الماضية في هذه المواجهة مرسل كورا اتصور هيعمل كده عشان يضمن حالة بدنية جيدة قدام فلمانجو البرازيلي طيب تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الاندية البرازيلية في كأس العالم الاندية فيها خسائر وفيها ايضا انتصارات يلا بنا النادي الاهلي لعب مع الاندية البرازيلية في كأس العالم الاندية في اربع مواجهات خلال فترة من 2006 حتى 2022 المواجهة الاولى كانت في نصف نهاية مونديا الاندية باليابان امام انترنسيونالي وخسر الاهلي بهدفين مقابل هدف وسجل هدف الاهلي وقتها امادو بلابيو المواجهة الثانية كانت امام كورانسيونس في نصف نهاية البطولة عام 2012 باليابان وخسر الاهلي بهدف دون رد المواجهة الثالثة كانت امام بالمراس في مباراة تحديد المركز السياس ببطولة عام 2020 وانتهى بالتعادل وفاز النادي الاهلي برقلات الترجيح 3-2 المواجهة الرابعة كانت امام بالمراس ايضا في نصف نهاية من نسخة المضايا البطولة التي اقيمت في الامارات وخسر الاهلي بهدفين دون رد رد تايم